الملك بالمعنى الحقيقي هو من يسود على حياتك الملك هو من يقرر كيف تعيش وإن تسكن هو من يتحكم بأفكارك وبحياتك، بأولوياتك بمبادئك، بأخلاقك هو الذي تعلن له الولاء، هو الذي تحبه هو الذي ترفع رايته وعلمه هو المستعد أنك تعيش لأجله والمستعد أنك تموت لأجله من هو ملكك؟ هناك أشخاص يريدون لكم شغلة لا يوجد إنسان في الدنيا بدون ملك من مننا حر بالمطلق؟ لا أحد هناك ملوك يفرضون أنفسهم على تباعهم هناك أشخاص يختارون ملوكهم هناك ملك شعبهم يقتلوا أو يعزلوا ويختارون لنفسهم ملك آخر هناك خيار جيد وأتكون خيار غير جيد لكن ما في حدا حر بالمطلق كلنا عندنا أفكار كلنا عندنا أشخاص عندنا مبادئ عندنا أمور عندنا أشياء نسع وراء تتسلط على حياتنا فإن كان أي ملك بحياتك هو غير الملك الخروف عرش الله والخروف يا لسخافة ذلك الملك لأنه لا أحد يستحق أن نعيش لأجله أن نموت لأجله إلا الذي عاش لأجلنا ومات لأجلنا وقام وسيرجع لأجلنا هذا هو الملك اللي بتحرز أنك تعيش لأله يلي لا بيخونك ولا رح يودعك لما بتغادر هذه الدنيا يمكن واحد يقول أنا ما عندي ملك أنا عايش على راسي فإذا أنت ملك ذاتك وإذا أنت ملك ذاتك يا لي رداءت وسخافة هذه الذات الملكة على حياتك لأنه بقول بالكتاب من الذات شو بيخرج شو بيطلع من حياتنا ومن ذواتنا غير الخطيئة وغير الشقة وغير الخيارات الغلط وغير الخجل وغير الضعف وغير الموت ترجمة نانسي قنقر